الحلقة الماضية عند ذلك الحديث عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا كذلك عن معاوي بن وبي سفيان وبي الله تعالى عنه حينما أرسل يستشير عمر بن الخطاب في بناء الأسطول البحري لكن عمر أحجم عن هذا الرأي خوفاً على دماء المسلمين أن تراقى في البحر وليس لهم خبرة في القتال في البحر ثم آل أمر الخلافة إلى عثمان فلم يزل به معاوية رضي الله تعالى عنه يقنعه حتى اقتنع بعد ذلك ووافق على بناء الأسطول البحري وفعلاً قام معاوية ببناء ذلك الأسطول البحري ثم ركب غازياً في أول معركة بحرية خاضها معاوية كان على رأس ذلك الجيش وتكلمنا كذلك عن حديث أنس بن مالك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم حرام بنت ملحان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه المرأة لدينها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط مع الرجال والنساء كان متواضعاً صلى الله عليه وسلم يدعى إلى كراع فيجيب صلى الله عليه وسلم تواضعاً منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أذن في رأسه فذهب إلى أم حرام بنت ملحان فكانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يبرز لنا أن العلاج حتى لو كان عند النساء فلا بأس به أن يعالج الإنسان لأن هذه ضرورة تقتضي هذا الأمر أيضا نجد أن أم حرام بنت ملحان حينما كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام نومة ثم استفاق ضاحكا فقالت ما يضحكك يا رسول الله قال رأيت قوم من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم ثم استمرت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم فنام نوبة أخرى ثم استفاق ضاحكا قالت ما يضحكك يا رسول الله قال رأيت قوما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة فقالت ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم فقال أنت من الأولين قال ابن حزم الظاهري في شرح هذا الحديث قال معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها أنت من الأولين مع أنه رأى في النومة الأولى قوم يركبون ثبج البحر وأيضا في النومة الثانية رأى قوما يركبون ثبج البحر فلماذا قال لها أنت من الأولين ذل ذلك على أن القوم الذين رأاهم في النومة الأولى ليسوا هم القوم الذين رأاهم في النومة الثانية ولذلك قال لها أنت من الأولين ولذلك لما خرج معاوية في هذه الغزوة إلى قبرص كان ممن خرج معه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان فركب الجيش حتى وصلوا إلى قبرص فلما علم القوم في وصول معاوية وجيش المسلمين هربوا خائفين لا يلمون على شيء فدخلوا إلى حصونهم وأغلقوا أبواب تلك الحصون فنزل معاوية بذلك الجيش وقد جلبوا معهم من الخيول الكثيرة فركبوا تلك الخيول حتى حاصروا تلك الحصون داخل جزيرة قبرص فخاف الروم ونزلوا عند شرط معاوية وعرضوا عليه الصلح فوافق معاوية رضي الله تعالى عنه بشروط من هذه الشروط أن يقوموا بدفع الجزية للخلافة الإسلامية والشرط الثاني كذلك أن لا يسمحوا للدولة البيزنطية أن تتخذ قبرص ميناء تسيطر من خلاله على البحر المتوسط والذي كان يسمى في ذلك الوقت بحر الروم أيضا من الشروط أن لا ينقلوا شيئا من أسرار المسلمين إلى الدولة البيزنطية ومع ذلك وافق القوم على كل هذه الشروط فما الذي حصل بعد هذا الصلح سنعرف ذلك بعد الفاصل فابقوا بعد توقفنا وإياكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات حينما حاصر معاوية رضي الله تعالى عنه تلك الحصون داخل هذه الجزيرة فخاف القوم من سطوة الجيش الإسلامي وقد سمعوا بأخباره في تلك الفتوحات وسمعوا بأخبار هذا الجيش فهذا الجيش الذي يقوده معاوية هو الذي أسقط كسرى وهو الذي أسقط هرقل ولذلك لن يستعصي عليه أن يسقط أيضا هذه الحصون ولذلك قالوا لا مناص من الصلح مع معاوية فنزلوا عند معاوية وقبلوا بالصلح وشرط عليهم الجزية وأن لا يمنعوا كذلك المسلمين من المرور في تلك السواحل وأن يمنعوا الدولة البيزنطية من اتخاذ قبرص ميناء يسيطهون من خلاله على عباب البحر المتوسط الذي كان يسمى في ذلك الوقت بحر الروم فوافق القوم على ذلك ركب الجيش الإسلامي ركبوا الخيول ذاهبين إلى الشاطئ يريدون أن يركبوا تلك السفن ويعودون إلى الشام فبينما كانت أم حرام تركب دابتها إذ نفرت الدابة وهي قريبة من شاطئ البحر فسقطت أم حرام من تلك الدابة فاندقت عنقها وماتت مجاهدة في سبيل الله ولا شك أن هذا هو تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فرؤية الأنبياء حق فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أولئكم القوم وقد ركبوا البحر غازين في سبيل الله فأظفرهم الله عز وجل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم وانظر هنا كيف أن عثمان شرط على كبار الصحابة كأبي درداء وكذلك عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة أن يجلبوا نساءهم في هذه الغزوة ليختبر مدى يعني إصرار هؤلاء الصحابة على هذه الغزوة وبناء ذلك الأسطول ولا شك أن هذه الميتة لا شك أنها ميتة في سبيل الله تبارك وتعالى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون مع الأولين ثم رجع معاوية بن أبي سفيان إلى الشام وقد انتصر في هذه المعركة لكن القوم ما فتئوا حتى نقضوا ذلك الصلح بينهم وبين معاوية فسرعان ما أرسلوا إلى قسطنطين حاكم الدولة البيزنطية وبدأوا بصناعة السفن وسمحوا لهم وسمحوا لأسطولهم البحري أن يرابط على ميناء قبرص ورجع الأمر كما كان وبدأت الدولة البيزنطية تسيطر على البحر المتوسط في ذلك الوقت فأرسل معاوية إلى عثمان يستأذنه في الركوب مرة أخرى إلى جزيرة قبرص فوافقه لذلك لكن عثمان رضي الله تعالى عنه خاف على معاوية لأن الجيش الذي قدم من القسطنطينية كان جيشا كبيرا فأرسل إلى عبد الله بن سعد بن نبي السرح أن يحرك الأسطول من الإسكندرية حتى يلتقي الجيشان في جزيرة قبرص وفعلا خرج عبد الله بن سعد بن نبي السرح بجيشه من مصر وخرج معاوية بجيشه من الشام فالتقى الجيشان في موانئ قبرص ثم نزلت هذه الجيوش من السفن كالسيل العرم ودارت رحى المعركة فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة وسبوا منهم الكثير وجمعوا من الغنائم ما الله به عليم ثم هرب من تبقى منهم إلى داخل تلك الحصون وأغلقوا أبواب الحصون ونزلوا عند معاوية وطالبوا بالصلح مرة أخرى فوافقهم معاوية رضي الله تعالى عنه بنفس الشروط التي كانت في المرة الأولى وحذرهم هذه المرة من الخيانة ونقض العهد واشترط عليهم أن يستبقي في تلك الجزيرة 12 ألف مقاتلا من المسلمين وفعلا سمح لهم معاوية بأن يثبتوا في جزيرة قبرص وبنى لهم مسجدا وبنى لهم الكثير من المساكن وكان يجري لهم الرواتب من ديوان الدولة في الشام ثم رجع معاوية رضي الله تعالى عنه ولا شك حقيقة أنه قد جرى بين معاوية وبين عبادة بن الصامتي بعد جمع الغنائم جرى بينهما حوار ولا شك أن هذا الحوار لا يتسع المقام لذكره وبإذن الله عز وجل نكمله في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر